اشتركوا في القناة بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له مشيد أن معاليه بالعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية اليمن الشقيقة والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في العديد من المجالات إضافة إلى بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء لوارك حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر